نقطة هنا بقى وعايز حلوك تأكده لي او تقولي لا مش صح بحيس ان مارس الكورن مثلا عشان قارب واحد ليه كان بيتسو موسماني الفرق اللي بينهم انه بيتسو موسماني كان بيعتمد على عدد معاين من اللعبين 14-15 لعب هم دول الركيز الاسائل حتى حد دخل مكانهم ما بيعرفش يشتغل معهم من نفس الجوزة لكن مارس الكورن ما حسسك انه اي لعب بيخش التشكيلة بيفيت مع التشكيلة وما فيش عنده اي مشكلة خيال لعب فتاح مكان محمد هاني تمام كريم فوادي خش مكان عالم معلول تمام عمر هو اللي يلعب عمر كمال ياسر ابراهيم او رامي ربيعة تلاقي في النص كل اللعبة بتتغير تقريبا الجينة حاب يتغيره طول الوقت فما تحسش ان في مشكلة اولا هو هادي هو هادي جدا في كلامه تصرحاته في تعامله مع اللعبة في المواقف اثناء المورا ما بيتأثرش بين فعالات والتغيرات اللي بتحصل في المورا وده مهم جدا جدا عنده قناعة باللعيبة وقدرات اللعيبة وده واضح في الروتيشن اللي بيعمله وخلي بالك هي الظروف يعني الظروف يعني اضطرته ان يعمل كده عنده كل 3-4 ايام مباراة فكان بيعمل الروتيشن ده ولكن هو عنده قناعة بـ 11 لعيف حتى هتلاقي في الوقت الصعبة في المبارات الصعبة هو في يعني 9 لعيبة ما بتغيروش ولكن فيه وقت لازم يعني فيه الروتيشن عشان يحافظ على الهيكل بتاعه هو عارفه هو لازم يحافظ عليه طب احنا المواطشات الأخيرة بدأتا من برد نفسي تحس ان تشكيل سابت هاي دي العناصر اللي بعتمد عليها ولكن النادي الأهلي الفرقات اللي بين اللعيبة مش كبيرة قوي يعني يعني الفرق بين الأهلي وبرامنز ايه التغيرات يعني لما تشوف المواطشين النادي برامنز لما بيعمل تغيرات الفرقة بتنزل تحت بتبدأ كويس وتغيراتها بتنزل تحت ما بساعدهاش نادل قالي تغيراته بتتفوقه جماهيره بتقف جنبه بشكل كبير دي عوامل يمكن موسيماني ما كانش عنده ده ما كانش هادي بالشكل ده كان هو مؤمن بلعيبة وبيبعد لعيبة بشكل كبير جدا 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 فلما تيجي تحتاجها ما بساعدهاش لا مستر كولر زاكي جدا هم قرب لعيبة كلها اي لعيب ممكن تلاقيه في المباراة في مباراة في ماتشات بتلاقيه دخل عنصرين ثلاثة يجي بعد كده محتاجهم يلاقيهم موجودين موسيماني يبدأ محافظ على التشكي بيبعده فرصة ان يدي لعيبة لعيبة ما بديهاش فاللعيب بيقعد طول السنة برا الفرقة وفجأة يدخل ما هو مش جاهز لا نفسيا ولا بدنيا ولا فنيا وخد بقى خطة تحت نفسيا دي مليون خط اهم حاجة ما اللعيب لو مش مؤمن بالمدرب وواصق في المدرب وعارف انه في لحظة هيكون موجود فجأة إلهي نفسه موجود وهو بيبقى بعيد فلازم تديني السقة دي طبعا في اي لحظة بموجود زي ما بيحصل انت في لحظة لقينا خليل عفتاح موجود وكان بعيد جدا وغيره كتير بموجود والتبديل شفنا كريم موجود كل اللعيبة كل اللعيبة شوف الهدف الاحراز الناد الاهلي شوف كام لعيب سجل اكتر من 16 لعيب معدل معدل كبير معدل فضيع مش يعني اكتر من 16 لعيب سجلوا هدف سنان الناد الاهلي هاتلي فرقة في اي دوري في العالم 17-18 لعيب بيسجلوا ما فيش الكلام دا صح ما فيش الكلام دا انت في فرقة بيبقى نص اهداف الفرقة بلعب أو بلعب واحد بقولك هاتلي اي دوري في العالم هاتلي 18 لعيب بيسجلوا ما فيش الكلام دا هدي دي زيقة بالمدرد وده شغلهم دا ده شغلهم دا مليون في المية طيب